مرة أخرى بطريقة الخيال السياسي يعني أي حرب من مصر وإسرائيل فضلاً على التدعيات على المنطقة أول شيء فيه ما فيش مساعدات لغزي أول شيء أول رد فعل هيحصل عدم قدرة أي يعني شاحنة على المرور والدخول في ميدان قتال حرب ده تبعى بجابها معركة شاحنات إلا تقش يعني بعد شك ده بقول أنه اللي قاعد يرفع من درجة التسخين دي محتاج أنه يراجع نفسه لو هو بيتكلم عن القدار الفلسطيني وزي ما قلنا مساس مش مساس اقتراب للمساس بالسيادة الوطنية المصرية أو بالأرض المصرية ده يعني دونها الحرب لن يسكت الجيش المصري لو يعني فيه جنزير دبابة ولا طلقت مدفع اخترقت الحدود المصرية دي قصة منتهية محصومة مقضي بها لعايزة تسخين ولعايزة تجهيز ولعايزة أي حاجة برأي العام إنما اللي بيكلم على إنه اللي طول من يوم 7 أكتوبر عايز يدخل مصر الحرب واللي شايف إنه وسايبين غزل وحدها وسايبين طيب يعني السؤال هنا أنت عارف لما هندخل الحرب يحصل إيه بالنسبة لأضيطك إذا إذا كنت بتدفع عن فعلا على الأضارة الفلسطينية أو بتدفع عن الشعب الفلسطيني لأنه بمجرد هذه الحرب أنا بقول لحضرتك انتهت أي قصة مساعدات وانتهى أساسا فكرة إن غزة بنتكلم فيه خلاص حتى بقيتنا في ميدان معركة وقتال وحرب لن تبقي ولا انتهذر فرايح جاي إطلاق النار والمدافع والطيرات اللي تحت بتهرس إسرائيل بتهرس بقى وبتدمر في رفح وفي غزة وفي كله خلاص بقى مش هتشوفه قدام عدو وحشي مجنون همجي وهينتهز فرصة إنه بيحارب أقوى جيش في المنطقة وبيحارب مصر في السكة راحت فيها غزة في تصوري راحت فيها فلسطين ده برضو لهؤلاء الذين يعني يدعون لأنفسهم دفاعاً عن الشعب الفلسطين طيب طيب نعمل إيه يعني ما الذي يمكن أن نفعله آه ما الذي يمكن أن نفعله مين الدولة المصرية الدولة المصرية بقول لك ها رقم واحد من يوم 7 أكتوبر مواقفها في منطقة النصاعة والصطاعة والصطوع إذا كانت السطاعة دي عربياً يجوز لكن في منطقة السطوع والنصوع في إنها وقفة بتساند بكل قوة الشعب الفلسطيني والقضاء الفلسطيني طيب على الحاجة التانية لو أكرهت على القتال لأن القتال كره لنا والحرب هتحارب قد الدولة المصرية بس هتحارب عن إيه دفاع عن سيادته دفاع عن أرضه طيب لو بتسأل ما نعمل إيه إحنا ما كعرب كفلسطينيين هقول لك ابحث عن حماس بقى ليه لأن حماس كل اللي بيحصل ده كل ما يحدث الآن من درجة التسخين دي ومن وصلنا للنقطة دي في الحرب إن إحنا بنتعامل مع طرفين نيتنياهو بكل إجرامه ووحشيته هو واليمين الإسرائيلي بيطيل أمد الحرب بيستخدم الحرب لتصفيت الأضياء الفلسطينية وضرب أي تسوية ولتوريط مصر بحرب معاها أو توطين للفلسطينيين في سينة وصادوا الطرف الآخر حماس اللي لها نفس الأهداف تطيل أمد الحرب تنسف أي تسوية سلمية أو أي سلام مزمع في المنطقة أو أي كلام عن دولة فلسطينية أصلا رقم ثلاثة طوريط مصر فالاتنين بيحاقوا أهدافهم مين هيقول لهم وقافوا الحرب ويقافوها ليه إذا كانت بتلبي كل أهدافهم فيعملوا المفاوضات اللي بتديرها أطراف مصر وقطر وامريكا بتخش والرئيس الخبرات الإسرائيلي يعمل الاجتماعات بتاعت باريس مع الأجهزة الخبرات المصرية والأمريكية والقطرية وينتهوا إلى اتفاق باريس فالطرفين يرفضوه وكل واحد يعلي درجات الشروط بتاعته علشان الحرب تستمر متحقق كل الأهداف عشان كده الكلام برضو يعني المسكين اللي يقول لك إيه إسرائيل لم تحقق أهدافها ونتياهو لم يحقق أهدافه ولهذا فهو أشعر بالفشل طيب دلوقتي نتنياهو قال إنه أهداف حربه على غزة القضاء على حماس القضاء على حكم حماس لغزة إعادة الأسرة أو الرهائن الإسرائيليين من غزة كويس عمل التلاتة ما عملش التلاتة لكن هو السؤال هو قال إمتى هيعملهم مالش هو أعلن أهداف ومالش يعملها إمتى فعشان كده بيطول الحرب هو ما هو لسه محققش أهدافه هو قالنا يعني كل اللي يقعد يقول لك إسرائيل فشلت ولا بتحقق أهدافه ولحقيقة الأمر بيخدم نتنياه ليه لنتنياهو هيقول لك ما أنا حققش أهداف فعل حط بعضها كلها ضربنا وشعرف كم كتيبة وفضل كم كتيبة أصفي أربع كتاب لسه رفح ما ينفعش نوقف الحرب ما يكون كده وكننا خسرنا ما هو هو راجل عايز أهدافه وما قالش إمتى وطبعا يعني فيما عدا لو مصر ما دخلتش طرف في الحرب أظن نتنياهو هيستمر لغاية ما ييجي ترامب باعتقاده إنه بايدن هيرسل في الانتخابات وافشل في الانتخابات وهيجي ترامب فترامب ييجي له هو مراخر يحتل غزة بنفسه يعني ترامب هيخطب في غزة ف هل قال نتنياهو أو جيش الإسرائيلي أو الإسرائيلي متى سيحققون أهدفهم لا وعشان كده هو ده بيغدموا جدا الكلام عليهم وعش أهدفهم لكن خلينا أقولك هو حقي هو قالك أنا أقضي على حماس هو لم يقضي على حماس ولن يقضي على حماس ومن اليوم الأول قلنا أن حماس دي قضية أراء فكر عقيدة فيش حد ينهي عقيدة ولا يقضي على عقيدة وفيش حد ينهي تنظيم إلا لو التنظيم ده أنا نفسه ده موضوع التاريخ كله بيقول لنا كده التنظيم ده السري ده أو التنظيم العلني ده أو التنظيم العسكري ده مش هينتهي أبدا إلا لو هو صفى نفسه أعلن كده زي منظمة إتة الانفصالية زي مش عارف جيش الأخمر يعلن أو جيش الأيرلندي يعلن أنه صفى نفسه وتخلى عن عقيدته وتخلى عن برنامجه السياسي أو عن منهجه في العنف فيما عادة كده هتفضل حماس طبعا هيفضل التفكير الأصولي والمتطرف وهيفضل المتصور إنه الحرب ضد إسرائيل هي حرب عسكرية ولن يعود الحق إلا بالعسكرية أو كلمين